السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء اليوم المحاضرة الخامسة اللي هي بعنوان T-cells T-cells هي إيحة خلايا Adaptive Immunity مثل ما عرفنا أنه خلايا الخلايا المناعية خلايا الدم بشكل عام تأتي من اللي لا توجد اللي موجودة بالبولمورو وشفنا الخلايا اللي من ضمن Innate Immunity حسنا نجح على الخلايا اللي هي من ضمن Adaptive Immunity وأول خلية اللي هي T-cells السلايد الأول هو مقدمة تعريفة على خلايا T-cells What is T-cells? It is body blood cells that make up our cellular mediated immunity اللي هي نحتك رهات الدم البيض طبعا اللي هي المناعة الخلوية نحن قسمنا المناعة إلى Cellular ولا Humoral هي من ضمن Cellular Mediated Immunity النقطة الثانية With B-cells Form Adaptive Immunity ها طبعا عرفنا أن Adaptive Immune Response اللي هي B-cells و T-cells Are Specific Diverse Capable Of Self Non Self Recognition تميز بين الخلايا الغريبة وبين Self اللي هي خلايا الجسم And Discipline Memory ثانية B-cells و T-cells بهم Memory Cell Their Protection From Stem Cells طبعا المنشأ مالتها من Stem Cells اللي موجودة وين بالبون مرو ثانية 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 with T-cells طبعا نكون من T-cells T-lymphocytes سنجеты نشوفها Participate in the Regulation of Immune Processes اللي هي تنظيم اليموني Process الأحد اللي هي Regulatory T-cells ل states The destruction O virus Infected Cell نحن ندمر Cytotoxic T-cells سنجل نشوفها ديسترقشان O virus Infected Cells يعني شنو الخلايا اللي مصاب به 29.umuras or tumor cells الخلايا الورامية identification and surface marker بالبدأ نعرف الرسبترات الموجودة على T-cells أول شيء اللي هو TCR TCR اللي هو T-cell complex TCR اللي هو عبارة عن رسبتر موجود على سطح الخلية complex لأنه موجودة ويها need مكتوبة هي need accessory molecule associated with the receptor accessory molecule that function وظيفتها شنو أنه signal transduction يعني شنو الإشارة لحتلنا قلمية من سطح الخلية إلى داخل النيوكلياس وموجود بها الDNA حتى شنو يكون لنا بروتين ناتج عن الإشارة الخارجية شنو هذا complex signal transduction in the T-cell complex is multi-chain متكون من سلسلة من البروتينات اللي هي تسموها شنو CD3 complex هو موجود بها TCR شنو وظيفة CD3 هو ينقل الإشارة من سطح T-cells إلى داخل النيوكلياس اللي موجود بها الدني من إجد تكون CD3 complex اللي هو تسميات حسب الأحرف اليونانية اللي هو Y-delta and gamma Y-chain plus Z-chain أس نشوف ها بالصورة بالسلايد الجان طلاب هذا T-cell complex T-cell complex اللي هو عبارة عن receptor موجود على خلايا T-cells T-cell complex اللي هو باللون الأزرق اللي هو alpha beta اللي يتكون complex ويا من CD3 CD3 اللي هو Y-delta Y-delta هاي الرموز ما لاته موجود Y-delta اللي هو البرتقالي الأحمر gamma epsilon و 2-zeta chain 2-zeta chain اللي موجود يثبت TCR بس اللي ينقل الأشارة هو 2-zeta chain طلاب خلينا نعرف CD من اجتي CD اللي هي مختصر cluster of differentiation شنو cluster of differentiation is a protocol used for the identification and investigation اللي هي نظام يستخدمون for identification تعريف و investigation هي التحقق من cell surface molecules providing targets اللي هي المolecules اللي موجودة البرoteينات اللي موجودة على سطح الخلية providing targets for immunophenotyping النمط ظاهر المناعي للخلايا موجودة سنشوف باي أكو أرغام للسيدي هي بروتينات موجودة على سطح الخلية ممكن يعتبروها غاز الرسبتر المصلحات الفيسيولوجية كوظيفة ممكن يعتبروها كرسبتر فهي يعني تعريف اللي الماركرز الثاني اللي موجود على خلاء التي سيلز سيدي فور سيدي فور تي سيلز اللي موجودة على سطحها موجودة أكو سيدي فور يصبح للتي هيلبر سيل خلايا التائية المساعدة تي سيل الهيلبر المن هيلبر لبي سيل نحن نعرف كيف وظيفة ها تي هيلبر طبعا من كل الخلايا تي سيلز اللي هي اللي موجودة اللي هي موجودة على سطحها اللي هي سيدي فور تي سيل سيدي معناها انه صار لها positive selection بالثايموس سني جعل يكمل سليدات حتى تعال فونشن سيدي فور مولكول ستابلائز هالفونشن مادة وظيفة سيدي فور سي سوي ستابلائز تفاعل بين من between تي سيل تتعرف على الانتجين اللي مقدمته اللي هي الخلايا سوح الانتجين يعني شون خلايا تقدم الانتجين شون تقدم هالخلايا شون تقدم الانتجين عن طريق فشي اسمه المسي class 2 المسي class 2 مولكول المسي class 2 هو موجود فقط على الانتجين يعني شون الغلايا اللي سوف فاق السويت 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 سوف الانتجين سوف الانتجين سوف ترفع على سطح عن طريق الامت c class 2 حتى شون تجي ال t-cell ترتبط بهذا الانتجين سنشوف ها بالاسلاعدات وبالصور الجاية و cd-4 يرتبط و يسوي stabilization لهذا الانتر ال المركر الثالث اللي موجود على سطح على الخلايا اللي موجود عليها cd-8 اسمها cytotoxic t-cell cytotoxic يعني الخلايا المسممة للخلايا cytotoxic t-cell t-cell القاتل للخلايا من كل الخلايا نسبة قليلة هاي 30% of all t-cells هاي نسبة أقل هي 33% من t-cells موجود glycoprotein glycoprotein يعني شنو معنا يعني carbohydrate وبرotein ثنتين monocle cd-8 t-cells cd-8 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 الخلايا التي تقدم الانتجين through binding to msc class 1 msc class 1 هناك كانت class 2 معناها انو الخلايا t-cells اللي عدها cd-8 تيجي ترتبط فقط بالانتجين المتقدم على المعبر على msc class 1 فقط اما الخلايا اللي عدها cd-4 لاح ترتبط وياما ويالانتجين اللي مقدم مقدم على المعبر 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 بعض طلاب هذا الرسم التوضيحي هنا قدنا أول الخلايا t-cells كلها عدها t-cr اللي هو t-cell receptor هذا موجود على الزرقة والوردية ثنانات الموجود عليها t-cr الخلايا اللي عدها cd-4 اسمها شنو اسمها t-helper هاي ال-H-helper اللي هي ال-B اهنان t-helper t-helper cells الخلايا اللي عدها cd-8 cd-8 اسمها t-cytotoxic t-cytotoxic ال-T-helper لحو ياما هاي نقطة كلش مهمة طلاب اهنان ال-T-helper اللي عدها cd-4 لح تيجي ترتبط ويالانتجين وياما اللي موجود مقدم عليمن على ال-Antigen% المقدم بال-MNC Class 2 وسنعرف وين موجود هذا وشنو ال-MNC Class وين موجود ال-MNC Class 2 هناك cd-8 اللي حي ترتبط ويالانتجين طبعا عن طريق TCR وفي ثانات هنا cd-8 وcd-4 يسو cd-8 اللي حترتبط ويالانتجين المقدم على ال-MNC Class 1 اللي موجود بكل الخلايا عداء ال-RBC كمقدمة على Major Histocompatibility Complex حتى تعرفو شنو مهذا كمقدمة مختصرة عليها A-Sate of Cell Surface Proteins Essential for Acquired Immune System وهي عبارة عن بروتينات موجودات على سطح الخلية يعملن A-Sate of Cell Receptor هي طبعا In turn Determine Histocompatibility طبعا هي العلاقة بتطابق النسيتي وغيرها إن شاء الله المحاضرة السادسة هي على Major Histocompatibility هي السكة مقدمة تعريفة عليها أهم شو تعرفون هو The main function of MNC Molecule is to bind to antigen derived from pathogen and display them on the cell surface for recognition by the appropriate cells يعني يعني الخلايا ينتج يتاخذ الantigen إذا الantigen يدخل داخل الخلية يصل إلى processing وحين رفع على سطح الخلية عن طريق هذا MNC Major Histocompatibility Complex عن طريق هذا أكو ثلاثة نوع بي Class 1 Class 2 Class 3 أهم إثنين هنا Class 1 و Class 2 حتى تعرفون ما الموجودات Class 1 موجود على كل الخلايا التي بيها نوعات من وما بيها نوعات هي RBC وموجود على RBC و Major Histocompatibility Class 2 موجود فقط موجود على Professional Antigen Presenting Cell اللي هي APC Professional Antigen Presenting Cell فالخلية من تاخذ الantigen سأحسن لها processing وجزء من هذا الantigen اللي سترفع على إذا كانت خلايا هي من ضمن أي خلية خلية موجودة الجسم ممكن ترفع على MSC Class 1 أو شنو يرفع على MSC Class 2 إذا كان شنو إذا كان على Professional Antigen Presenting Cell شنو شنو تعريف APC أو Antigen Presenting Cell Is A Cell That Disapply Antigen Complexed Complexed With Major Histocompatibility Complex يعني شنو لح تعرض الantigen تعبر الantigen Complexed ويمن عن طريق شنو تعبر هذا الantigen عن طريق الhistocompatibility Complex on their surface لح ترفع هذا الantigen على سطح الخلايا This process is known on the Antigen Presentation يعني شنو يعني الخلايا من تنصاب مثلا virus الفيروس دائما يكون داخل الخلايا فمن يرفع الويروس لح يرفع على MSC Class 1 أما إذا كان antigen الخلايا مثلا Macrophage أو BCL أو Densitic cells هذن الخلايا هس نشوف هي professional antigen presenting cell من حس وفا c ستأخذ الantigen ستأخذ الantigen ستأخذ على سطح عن طريق MSC Class 2 MSC Class 2 These process sorry These cells process Antigen حس ستأخذ هذه الخلايا ستأخذ إلى Processing and present them to T cells ستأخذ على سطح حتى تأخذ T cell تتعرف على هذا الantigen المرفوع على الantigen Antigeno نوعا من الantigeno presenting cells يعمل professional antigeno presenting cells include مثل professional المهم المهم الطلاب الantigeno presenting cell الماكرو phage B cell and denterotic cells من يأخذ الantigeno يعمل processing ويرفع الantigeno على سطح عن طريق MSC Class 2 MSC Class 2 تتعرف تتعرف على هذا الantigeno 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 presenting cell الantigeno non-professional كل خلايا الجسم include all nucleated cells type كل الخلايا التي بها نوات عدا من ما بها نوات هي RBC in the body presenting the antigeno originating inside the cell to cytotoxic T cells on MSC Class 1 يعني شنو يعني هنا من professional antigeno presenting cell من الantigeno professional كما يجو B cell و denterotic cell من تأخذ الantigeno ستروف على MSC Class 2 بالتالي من تأخذ T helper تأخذ المركر تأخذ T helper موجود CD4 T cell الموجود على سطح CD4 ال non professional تأخذ الantigeno على سطح عن طريق MSC Class 1 تأخذ CD8 Cytotoxic T تأخذ المركر الموجود على T cells إذن من ينرفع الantigeno عن طريق المكرو B cell D cell M C Class 2 ستأخذ T helper C D4 لكن من ينرفع الantigeno على M C Class 1 ستأخذ Cytotoxic T cell هذا مهم الطلاب طلاب هذه صورة أوضحية للكلام الذي قدنا سابقا أن M C Class 1 under M C Class 2 molecule bind to T-cells كيف تأخذ T-cells non APC التي ترفع الantigeno عن طريق M Class 1 أول هي الصورة على الإسراء M Class 1 هذه الدائرة الحمراء التي ترفع الantigeno أخذت الantigeno مثل فيروس دخل داخل الخلية هذا الفيروس سيحصل داخل الخلايا الخلايا All Nucleated Cells سيحصل لها Processing وبالتالي سنرفع على M Class 1 لماذا ترفع حتى تكون للمناعة خلية مصابة حسنا تذكروني ظاهرة Hema Absorption أن الantigeno يرفع بالعمل الفيروس أن الantigeno يرفع على سطح الخلية حسنا يرفع على سطح الخلية عن طريق M Class 1 حسنا هذا وقت هذا M Class 1 هذه الدائرة الحمراء التي هي الantigeno بالتالي من أن رفع الantigeno على M Class 1 من تجي T-cell تجي T-cell لعداء CD8 وعداء TCR حسنا تجي الربوط TCR وهي M Class 1 وقالنا يعمل Stabilization وهي CD8 وهي M Class 1 وبالتالي شنو مثل ما تشوفون يعمل Stabilization لل Binding between the Antigeno Percent Cell and the CD8 T-cell صورة ثانية هنا نشوف الantigeno Percent Cell رفع الantigeno M.C. Class 2 M.C. Class 2 ماذا ماذا هاي professional antigeno Percent cell رفعت الantigeno الدائرة الحمراء أو النقطة الحمراء رفعت على M.C. Class 2 وبالتالي تجي T-cell تجي T-helper تجي T-helper T-cell تجي 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 T-cell T-cell تجي T-cell نشوف ماذا تجي T-cell 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 نشوف T-cell من الشأ الأول تجي from the bone marrow which is hematopoietic stem cells هنا الخلايا which is bone marrow stem cells which is travel حيث تذهب الى الثيموس عن طريق البلسطرين أصبح نظود نظود داخل الثيموس 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 والثيموس الثيموس 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 في تطوات стрائط تطور ال T cells، من الهيمواتيباتيكي stem cell، طبعا عرفناها بعدين ما يحدث هو ال Linfoid stem cell وطبعا circulation lymphoid stem cells وطبعا الخلايا الخلايا بالدم ترتاح التنطلب من البون مروض ثم ال Thymocytes ثم داخل الثايموس تطور الى double negative يعني ما صار بها لا cd4 ولا cd8 ثم تطور الى double negative تطور الى TCL ويصار الى TCR نعرف TCL موجود بها TCR اما cd4 او cd8 بس حسنا cd4-t help تطور الى t킬� افسك انها تطور الى zeros ثم تطور الى وموجود على سطح cd4 و cd8 ثيناتا بعدين بعدين شي يصر بها population of naive T cell with defined TCR and single بعدين واحد من عدهم يصلي اكسبراشن with single cd4 or cd8 طلاب هذا رسم توضيحة على T cell development هنا نضيفها موجودة بالبون مرو حيصلها لـ migration تذهبين داخل الثايموس تسال بريكورسر وصلت لداخل T cell حيصلها ثايموسايت بعدين يصر double negative one حسب النقاط السابقة يعني شنو موجود على سطح cd4 ولا cd8 بعدين نصر double negative two دن3 double negative three double negative four بعدين نصر double positive موجود على سطح cd4 او cd8 ثم يصر على سطح cd8 او cd4 اللي موجود على سطح cd8 اللي هي cytotoxic T cell طبعا بالاضافة لـ tcr في ناحية النقاط يصر بالبداية cd8 او cd4 فالخلية النهائية اللي تطلع اللي هي من داخل الثايموس الخلية تتكون من T cell موجود على سطح cd8 زائد tcr complex اللي هو cytotoxic T cell و cd4 زائد tcr complex اللي هي اللي هي helper الطلاب دا تلاحظون هنا من dn2 اللي هي double negative two اكون خلاة دا تطلع اللي هي اسمها gama delta t cell هي عددها كلش قليل طلاب يستخدمها gama delta t cells ان شاء الله نوضعها بسلايد قادم هي نوع منها T cell ممكن تكمل التخارج الثايموس ونسبتها قليلة وهذه الخلايا لا تحتاج إلى antigen percent cell مباشرة ستأخذ الantigen الantigen الاصلي ما هي تتجربة موافرة موافرة انا مرحلة داخلة الثايموس تصرف تسل 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 تتعرف على عبراتينات الجسم بحث لات ما ترتبط بها من تطلع من الثايموس ما تهاجم الجسم إذا هاجمتها سيصير بالتالي لازم تطلع هذه التيسيل لما تهاجم السيلف انتجين سيلف انتجين يعني شنو يعني الخلايا موالكنا شون ديصار هذا الشي بحيث أنه 98% من الخلايا التيسيل دا تموت داخل الثايموس اللي هي ممكن أنها ترتبط بخلايا الجسم وسوي أمراض مناعية ذاتية اللي هي الأوتواميون ديسيز فالتي ثايموس سيليكشن اللي هي التي سيل سنترال طولرانس سنترال طولرانس اللي هو التولرانس اللي هو الحمل المناعي اللي هو اللي يصير داخل الثايموس أكو سنترال وأكو برافرال ممكن أنه يصير داخل السيبوليشن بس أكو سنترال شاء الله نأخذها محاضرة اللي هي محاضرة اللي هي محاضرة التولرانس within the thymus each of these MSC class 1 or MSC class 2 loaded with normal cell peptide يعني شنو تذكرون ان الثايموس موجود بيها شنو موجود بيها ممكن دنترالس ماكروفيج هذن اشي سواء يرفع عن خاصة الابيثيليل سيلس يرفع عن البروتينات الجسم جسم مالتنا على سطحها بحيث اتي سال اذا ارتبطت او ارتبطت ارتباط قوي ويا هاي البروتينات اذا ارتبطت ارتبطت اذا ارتبطت او ارتبطت بشكل خفيف اذا ارتبطت او ارتبطت بشكل خفيف بالتالي شنو سيصر لها positive selection وتعبر من الثايموس هي هاي معناها التوليرانس فالpositive selection هو شنو نصاب ارتباط انشرا خفيف بسيط او ممكن ما ترتبط الص battling اشارة انه هي positively selected يعني ممكن انه تعبره من الثائمة السليمة ما تهاجم الجسم to divide that will be eventually mature into the medulla لحشي صر بها حصر بها maturation بس those that fall to recognize self-emission at all يعني اللي ما تميز الاماتسين انه اللي ترتبط بشكل قليل هاي شبهها affinity with low affinity هاي لح تستلم اشارة انه هي positive selection هاي تي سيل سليمة بس اللي ما تميز self-emission at all كل الاماتسين بالمطلق شبهه will not be encouraged to mature هاي ما حتصير ما تتطور الى maturity cell النكتف سليكشن شنوه those bind too strongly هاي الخلايا شبهها اللي حترتبط بشكل قوي ويامعنوية self-emission molecules اللي هو اللي رافعته الخلايا الابيثيلة صيلا او الماكروفيت على سطحها بالتالي شنو binding too strongly and cell peptide will be induced to undergo apoptosis هاي اللي احترتبط معناه انه هاي اذا طلعت اللي ثايموس لح تسوي autoimmune disease لح ترتبط في الجسم وسوى امراض مناعية ذاتية بالتالي شنو اذا مرتبطت ممكن تعبر بس اذا ارتبطت شبهها cell peptide will be induced to undergo apoptosis حيصر الى apoptosis اللي هو program cell دي اث يعني تموت because these cells would have the potential to cause autoimmune disease ليش؟ لانه هاي الخلايا ممكن اذا عبرت لحيصر شنو autoimmune disease وعدد الخلايا نسبة الخلايا اللي الـ 98% of the prothymocytes and the thymus die during its development 98% يعني الـ 2% فقط من الخلايا اللي اللي احتعبوا سليمة من الثيموس 98% من الخلايا هي اللي حتموت داخل الثيموس طلاو هاذا رسم توضيحي دي الـ positive selection positive selection شون دي يصير انا قلنا ترتبط ب low affinity low affinity low affinity with the mhc class 1 or class 2 بالتالي اللي ترتبط ويصير لها positively selected من ايدي يصير لها بيبتوسي of cells that do not interact with mhc molecule اللي هي ما تمييز mhc molecule نهائيا فهنانا اللي ترتبط with low affinity احصل لها positive selection طبعا هنانا احنا قلنا T-cell موجود عليها double positive موجود عليها cd4 و cd8 بعدين هاي شون دي صير يا اما cd4 يا اما cd8 ورا positive selection شون دي صير معناته انه هنانا اذا ارتبط الخلية T-cells with low affinity with mhc class 2 بالتالي هاي يحصل cd4 t-cell ستعبر من thymose as cd4 t-cells اما اذا ارتبط T-cells ويامت ويه mhc class 1 بالتالي هاي ستعبر as cd8 t-cells كيف يصير الاختيار بين cd8 و cd4 ما تطلع الخلية تطلع من داخل ثم تطلع يا اما cd8 يا اما cd4 not double not double positive ايه single positive يا اما تكون cd4 يا اما cd8 ايه مهم اطلع اهذر اسم توضيحي للنجذب داخل لنجذب باستغرام باستغرام ويد باستغرام باستغرام اما mhc ايه ايه اذا ارتبط تلعب مكتوري تلعب مكتوري ممتع تعريف مهم طلاب بأن تلعب مكتوري طلاب هاده هاده الاسلايد كلش مهم اللي هاده هاده الاسلايد كلش مهم اللي هاده هاده باختصار الماركرات اللي مهمة اللي موجودة هي والفنكشن مالتها اللي موجودة على سطح ال T-cells هاده كلش مهم الاسلايد ال TCR قلناها حجيناها بالبداية ال identification on surface marker الاسلايد بالبداية ال TCR ركونايز انتجين بابداية كوملكس وذ MNC جدا يصر هنا ال TCR دياريبوت ويعمنوا الانتجين اللي مرفوع عن طريق ال MNC يعما presenting MNC class 1 اللي هي كل نيوكليات الاسلايد او MNC class 2 اللي هي ال Professional Antigen Percentic Cells اللي هي اما تكون ماكروفاتي اما B-cell اما انترتكس الثاني اللي وهو CD3 CD3 اللي هو يشارك بعملية Signal Translaction اللي ها نقولي الاشارة مين من وراء من يرتبط الانتجين اللي نقول ل الإشارة اللي هي داخل النيوكلياس اللي موجود دينايه حتى شنو اللي هي الإشارة عبارة عن Transcriptional Factor حتى شنو Transcriptional Factor من اسمه Transcriptional Factor يعني ديسوي بروتين حتى ينتج cytokines أو بروتينات الثلاثة يأما CD4 يأما CD8 CD4 or CD8 Never Both نطلع التسيار من داخل الثايموس يأما يكون عليها CD4 يأما CD8 اللي هي Single Positive CD4 هاي كلش محمد طلع CD4 اللي هي T-Helper والCD8 اللي هي Scytotoxic T-cell Core Receptor Bind with Alamed C بس هذا جديد سنحنشوفه بال T-cell Activation اللي هي CD28 Core Stimulatory Receptor Bind to CD80 and CD86 والستيلافور اللي هي Scytotoxic T-Lymphocyte Antigene 4 اللي هو يعمل كإنهيبيتر ريسيبتر إنهيبيتر ريسيبتر أيضا يرتبط في CD80 وCD86 الآن نشوفه بال Activation بال Activation مع T-cells شوان يصبح ال Activation أوكي هو الاسم ثاني اللي هو CD152 بس ممكن إنهيسمه Scytelopor ما أرفو بيه طب هذا السلايد مهم اللي هو T-cell Activation T-cell Activation يعني شوان يصبح T-cell Active التسل تعبرا من الثيماس تعبرا نايف بس نايف يعني سادجة بعد مساء الاختيفation شون تيصلي الاختيفation لازم اكو انتجين الانتجين مرفوع على سطح الخلايا اما من سيكلاس 1 او من سيكلاس 2 several surface molecules are involved in the activation نايف تسل التسل احتاج لثري سيغنال الثري سيغنال اللي هي الأولى اللي هي اللي هي ديصر اكون التسل التميز التسل التميز المن منC بيبتايد كوملكس يعني البيبتادي اللي هو الانتجين منC اللي مرفوع على الامنC باي تي سير ريسابتر اللي هو تي سير عن طريق التي سير اذا التي سير حيرتبطه الامنC بعدين لحتاج الكوررسابتر اللي هي منية اما CD4 وCD4 وCD8 اللي هي الكوستمولاتاري سيغنال اللي هي ارتباط ريكم التميز التسل المن اللي هو نفسه نفس الاسم الCD80 وCD86 باي الCD28 اللي موجود على التي سيل ويامن وCD80 وCD86 ثير سيغنال اللي هي سيتوكاين الانتجين التسل تحفزه على الـ 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 تي سيل تي سيل تي سيل يعني شنو ليصلكو تضاعف تي سيل خاصة انترلوكين تو اكثر شي و و دي فرانشياشن طبعا وشنو وشنو السيجنال اللي هي ساعتوكين سيجنال عبر عن البروتينات طبعا إلى موجود ريسابتر على تي سيل مدالي تي سيل حيصال لهم شنو بروليفراشن عن دي فرانشياشن الناجاتيف يعني شنو ناجاتيف هاي تي سيل اذا بقت اكتيف صار بها اكتيفاشن اذا بقت اكتيف لح سوي بالتالي اذا انتهى الانتجين لازم ترجع انتهى الانتجين اكو فيش اسم ناجاتيف كو ستمل ريسابتر لح ترتبط السيتيلا اللي هي كاببل of باين بوث سي دي اي تي سي لح سي 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 تبط اللي اللي هي السيتوتوكسكتينوفوزات انتجين 4 اللي هترتبط وياما هو cd80 وcd86 وبالتالي اللي هي اكت از negative كو سيميلات رسكتور يعني شنو negative يعني شنو دي يصر انه لتمنع الاكتيفاشن من التي سيل طلاب هذا رسم توضيح ل التي سيل اكتيفاشن طبعا ها كلش مهمة التي سيل اكتيفاشن اهنا دي سر اول شي الارتباط tcr ويالانتجين اللي هو مرفوع للأمتسي بعدين السيكن سيجنال دي سر ارتباط cd28 اللي موجود على صلح التي سيل ويامن ويالسي 80 و cd86 والثير سيجنال اللي هي سيتو كانت دي انفرز من الانتجين برسنت اكسل يروح للتي سيل طبعا هذا رسبتر الى ومتال الانتجين للتي سيل هذا رسم ثاني للتي سيل ارتباط العمسي ويالتي سيل وارتباط cd80 وcd86 اللي موجود على انتجين برسنت ويالسي 28 هذه الصورة خليتها بس المشن وانه دي ارويكم ال cdl4 اللي هي negative cost stimulatory signals هنان بمكان ميرتباط cd28 لحسير ارتباط cd86 ويامن cd86 حتى ينهي activation من t-cells telemphasize subpopulation هنا الانواع t-cells t-cell بها انواع اللي هي alpha-beta t-cells هنا نقسم بشكل عام بالبداية اللي هي alpha-beta t-cells alpha-beta يعني شنو من جاتين هنا ال-domains اذا ترجمون على صورة البداية t-cr يوجد بي t-cr وانه half-t-cr alpha-beta t-cr ال-domain alpha-beta تعتبر alpha-beta t-cr ال-domain major type اللي هي طبعا تعتبر النوع الرئيسي اللي هي alpha-beta دائما تكون t-cr ما لاتها alpha-beta 95% تعتبر من t-cells هي alpha-beta telemphasite thymus in need and development development مالد يصر داخل thymus وي recognize antigen in the complex with msc ببتادي اللي هي عرفناها انه شون نصير تمييز للانتيجين المرفوح عن غريق l-mc لدينا نوع ثاني اذا تذكرون قلت لكم بسلايد 16 اعتقد اللي هو gamma-deltati cell اللي هو من double negative two اللي هي تعبر خارج thymus اللي يصير الـ development هي نسبة قليلة يصبح لgamma-deltati cell 5% ثاني ممكن انها تطور خارج thymus ثاني تركوز native antigen هنا يستطيع الـ native antigen يعني ما هذا T-cell gamma-deltati lymphocyte ما تحتاج الى antigen percent مباشرة لتأخذ الـ antigen native يعني ما native يعني الاصلي المصائل التغيير المصائل processing ما تحتاج الى processing بالتالي يحتاج الـ antigen apply in defense of the skin and mucos membrane ونعثار في الـ NK cell التي عرفناها لديها immunity من ضمن adaptive الـ alpha-beta t-linfocyte بها أنواع الـ alpha-beta lymphocyte وهي T-helper T-helper وهي T-helper وهي CD4 T-cell وهي T-helper T-helper هو التغيير المصائل المصائل الـ T-helper 0 يتغيير مصائل T-helper و T-helper مختلفة أن تكون سيتوكونات من ضمن T-helper T-helper و T-helper 1 توجد T-helper 2 تأتي من ضمن T-helper و T-helper لماذا اسمها تي هلبر ؟ هلبر يعني أنه الساعد هلبر يعني أنه المساعدة مساعدة لخلايا المساعدة لبسيل في أول نوع تي هلبر يوجد تي هلبر ويوجد نوع طبعاً يوجد نوع من الوائد لكن المهمات المهمة الوائدة النوع الثاني تي رغلوتري مختصر تي رغلاتري تي رغلاتري يتحدث تشغيل تشغيل تي رغلاتران جميل هذه있는 تي رغلاترون ما يحدث له تولارانس عن طريق البرافرالترانس المسؤول عنها تيريولاتاري موجود على استطاع حسيدي 25 وموجود بها ترانسكريبشن الفكتر فوكس بي ثري والسيكريت هي السيتوكينس هاية يحكي المنطقة 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 المتحدة اللي هي التلوكين 10 والترانسفورمان انجر فكتر بيتا وطبعا والنوع الثالث اللي هي سيتيو توكسكيك دي سيل Chida fate untracell fearful reuver Sci-totoxic T cell pseudotoxic T cell 連ها ت MARIA AGRAD عيور بلتالي متقافließen بلتالي ت Judaism مطاعة سوف الغني ت llegui إذا كان الأنتجين إنترسليوري يروفون على الميسي كلاس 1 يحتاج منه ساتاتوكسك تيسل لتقتل الخلايا المصابة بالفيروس نفس الظاهرات الضغيرة التي توجدت لكم الفيروسات ويقام بالكورونا ما يقومون بها؟ تقتل الخلايا المصابة بالفيروس لأنه رافع جزء من الفيروس على سطحها عن طريق الميسي كلاس 1 يحتاج ساتاتوكسك تيسل لتقتل الخلايا مثل أولا العقودية والميسي كلاس 3 ويقام بالكورونات المخدمات يمكن أن تقتل الخلايا نفس الثاني طريقة مخموم ذات تقتل الخلايا المصابة بالفيروس ساتاتوكسك تيسل لتقتل الخلايا المصابة بالفيروس ساتاتوكسك تيسل بطريقة المسيك تقامل أم فهو عن طريق السموعة او عن طريق ويصد الارتباط وبالتالي لحها تقتل الخلايا موجود الرسم التوضيحي بسلادي ثلاثين مهمة اشتركوا في القناة